نستكمل الحالة الرابعة وهي متبينة تحتوي على علامة المقياس ونبص على المثال لقدامنا نلاقي أننا علشان أتخلص العالمة المقياس هنا لازم أستخدم الخاصية اللي هي كيات رقم لو حد فيك ويفتكر صح كيات رقم أربعة أننا علشان أشيل علامة المقياس من هنا يبقى أربع ما بداخل المقياس يبقى 2x-3 لكل تربية وأفضل محافظ علامة التباين x-2 لكل تربية أفك الطرف اليسار هيبقى الأول تربية أربعة x تربية الأول في الثاني في الثاني هيبقى 12x زائد الثاني تربية اللي هو 9 أفضل محافظ على علامة أكبر من الأساوي أفك الطرف اليمين يبقى الأول تربية الأول في الثاني في الثاني تبقى أربعة x زائد الثاني تربية اللي هي تبقى أربعة أخليها كلها في طرف واحد زي الحالة ثانيا حل متبينة فيها X تربية هيبقى هنا 4X تربية تخش لها X تربية بالسالب ناقص 12X تخش لها سالب 4 بالموجة ب4X زائد 9 يخش لها ناقص 4 بالسالب تفضل أكبر من أسوال 0 أختصر يبقى هنا 3X تربية ناقص 12 وزائد 4 يبقى ناقص 8X زائد 9 وناقص 4 يبقى زائد 5 أكبر من أسوال 0 وأصبح الطرف اليسار هنا متبينة مقدار من الدرجة الثانية أحلله نشوف مع بعض كده يتحلل إلى 3X وX 5 1 سالب وسالب يفضل أكبر من أسوال 0 إذن الحد الأول إمتى يساوي 0 لما 3X ناقص 5 تساوي 0 يبقى 3X تساوي 5 يبقى الـ X تساوي 5 على 3 الجزء الثاني X ناقص 1 تساوي 0 يبقى X تساوي 1 يبقى عندي حلين أحط خط أعداد هنا الواحد وهنا 5 على 3 أصبح عندي ثلاث مناطق أشوف إشارة كل واحد فيهم فلو حطت X بصفر في المنطقة الثالثة دي هلاقي سالب في سالب وموجب بعد كده سالب بعد كده موجب أنا عايز أنهي فترة عايز الفترة اللي تخلي الكلام ده أكبر من 0 يبقى أخذ الفترة الثالثة والفترة الأولى إذن الـ X بتاعتي تنتمي للفترة من سالب مالة نهاية إلى 1 اتحاد الفترة من 5 على 3 إلى مالة نهاية مالة نهاية والسالب مالة نهاية دائما مفتوحة الـ 1 والـ 5 على 3 على حسب الإشارة بتاعتي أكبر من أو ساوي يبقى هنا مغلق وهنا مغلق وتبقى الفترة بتاعتك من سالب مالة نهاية إلى 1 اتحاد من 5 على 3 إلى مالة نهاية